قبل كل شي اخوتي حبيت نعتلكم يعني واحد القناة القناة فايحة اراكم تعرفوها كامل شوف تيفي اخوتي كيم على بالكم اخي كأس افريقيا ومننا تسمى نورمال مو يركزو على المنتخب الوطني تحهم يا اخي هوما كيم على بالكم من جزائريين اختارعوا كما نقولوا لقب جديد واللي هو لقب رابع في كأس العالم ليجامي اكزيسته في العالم غير عند البراتيش المشكل ماشي هنا يا اخوتي شوفوا ذك تعرفوا المشكلة نهبتو شوية على المباشر الاعلام العربي يعلنوها قبل انطلاق الكان منتخب الجزائر غير متكامل وعلى الورق المنتخب المغربي اكثر تكاملا واوفر حظا للفوز بكان كوديفور يعني ما يقدروش يديروا تحليل بلا ما يدخلوا اسم المنتخب الوطني الجزائري معليش تقولوا بلك هاري برك لا لا يا اخوتي نزيدوا نهبتو على المباشر هذه نقاط ضعف المنتخب الجزائري التي قد تخرجه مبكرا من كأس امم افريقيا معليش يا اخوتي تقولوا بلك غير هذا وما زوج هذا لا لا يا اخوتي نزيدوا نكملوا الجزائر متخوفة من الاقصاء المبكر من كأس افريقيا واعلام الجيران يدعي تعرضه تعرض منتخبه للتجسس ومشاكل بالجملة بين بالماضي واللاعبين يرحم باباكم يا اخوتي كيفاش نبقى ساكت ونشوف هادو الخانزين ينشروا الاكاذيب على المنتخب الوطني الجزائري ويديروا تحليلات علينا كشغل المنتخب بتحهم وهو الجزائر اقسموا بالله اذكر فيهم ماذا بكم الفيديو هذا نسحقه يوصل للجميع يا اخوتي حاجة سهلة وبسيطة اهبطوا لتحت وخليوا اللايكات بالخصوص الفيديوهات القادمة هذه نسحق التفاعل تاكم بشكل كبير كبير بالبزاف خليوا كامل اللايكات تاكم يا الجزائريين وثاني التعليقات افتخروا دائما بالجزائرية تاكم الان يا اخوتي رح نديكم لاحد الفيديوهات لداروهم ونردوا عليهم كيما يلزم الحال نروحوا هنا يا ونبدأ وان شاء الله نشوفوا الفيديو كيف كيف ايا المنتخب جزائري فهو اختار العاطفة واختار الصحبة واختار العشرة كسر ما اختار اللاعبين اللي يكون انا مشي معه بابا با يا اخوتي دخلوا حتى في الخيارات تاع المدرب بالماضي قل لك اختار العاطفة واختار الصحبة اسما بالماضي خير اللاعبين على اساس الصحبة يوم انا عندي في الوجوم بدي جوجي اللاعبين سيلا تلاحب يك اندي جوجي كبار عندك يوسف بلايلي وثاني عندك رياد محرس وثاني عندك بلايلي وثاني عندك بغداء واللي قدام أكدولي على بلايلي بلايلي يهدروها وهو ما خايفين على بلكم علاش يا خبتي بلا ما نحكيو عليها مطربنا المغربي تحية لي على كل حال وثاني وعندك وعندك ومطايلشا هدا ما كان مطايلشا totalmente فمتيوقع ثاني حاجة هدا هاديมو الدو المنتخب بلايله لانهارك عارف بلايلي بلايلي لانه اه Elizabeth اه اي اهدر اهدر��وا اسكاين اينة يكملي انتaya مطايش اكملي يوسف جول هذة ييلة البراتيش اولçons هدف يوسف بلايلي عمركم لا رحت انساوه الى Belgium انا امريكا ورحتي اذا امامي واجه ما سكتهما عباد الله نظر ما لم يعرفت وش كوني مريض بشكون كعينة او مكانش ياخوتي هما مراض بحاجة اسمها الجزائر وهذه حقيقة رانا كل يوم نتأكدوا منها ايا نزيد نخليكم يعني تسمعوا رد احد المحللين الجزائريين يعني اللي يدير الحكاية التعسبور ومنا شوفوا ياخوتي يسمعوا مليحة دير منا جزائر دير منا جزائر انتع لما تسيب واحد لابس الالوان الوطنية تاعه تسيب تركوه لابس القميس تسيب المنتخب بتاعه على من يتكلم يتكلم على المنتخب هذه الخرطة تتعشوف تيفي تبعيني لابس تيفي وهذه في ربعه بيني بل ما يشي شبعان بس كل يجي لذي القناة يجي واحد جي ما يجي شبعان على من يجي يقدر على الجزائر وهذا الدرابو هذا تحوليه شو هذا حبيبي فهمتوا لما فهمتوا الخرطة كما رأيكم هذا كما رأيكم هذه الحصة هذه يعني درتالكم في الفيديو خروطه هذه هي نقطة ضعف المنتخب الجزائري اللي قد تتحرجوا من الدور الأول حبينا بالصيف نخذ جو من الدور الأول لأنه على بالهم للجزائر هي العقدة العرب في كأس إفريقيا معنيش أنا لي نهدر هكذا وإنما الإحصائيات لي تهدر يا خاوز لو كنشوفوا الإحصائيات المنتخب الجزائري متفوق على كل المنتخبات العربية في المواجهات الثنائية تمرهم خايفين من أن الجزائر تتحكن ترهم ولا وعلى بالكم تصل لهم حكاية بلايلي فولدو يعني بلايلي الموسم الثاني هذا أسكوا هذا تحليل أسكوا هذا تحليل تخرجوا من الدور الأول هذا عند وضع فيه وضع فيه في الدور الأول كيشغل هنا اما أنه يجيبوا ليكو بدافريق ركفان جايبوا تلموا جابوا ليكو بدافريق يا حضروا بادي الطريقة لو كان مثلا المصروة يأخوتي يحكاوا وقال لك كيمها نقول لهم صحيتون normal كيما نقول الشواكر لافريق هذي حقيقة يعني مديين الكوؤوس نتع إفريقيا كامل عندهم سبع كوؤوس إفريقية نقول لهم صحيح انتوما بلك نسمعو لكم شوية لكن انتوما يلبراتيش وجديتو يرحم باباكم وجديتو وديتو صحن مزنزر نهار كانت كأس إفريقيا تتلعب بنا ثمانية منتخابات ويديها اللول يعني ليكراسي اللول ما يلعبوش يا أخوتي تصفيات ومنا وكذا لا لا يا أخوتي يا أخي يا حالة يا أخي يا أخي من لي أنا هادخ ودارينا شوف شوف كاتبين أبلك حل كاتبين أبلا بيض كاتبين أبلا صفر والله العاب مكاتبين أبلا صفر بيض ودائرين الفيولي باتبان عقدة باتبان شوفوا شوفوا سننتيروا على الجزائر حك 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 حدي هذا هو كتشوف هذا الميداء هذا القاعدة هذه هذا الخرط هذا كتشوفهم قاعدين بايين باللي جي تيروا علينا ماشي جي يحلوا بس كتشوفهم تحلل تحلل على المقابلة تعدل على المقابلة هو لا لنها نقطة ضعف المنتخب الجزائري ليتخرجوا من الدور الأول راكم تشوفو يعني ها راكم تشوفوا المستوى المنباطع تححكم نقطة ضعف المنتخب الجزائري ليتخرجوا من الدور الأول يا أخي حالة هل هذا تحليل؟ä قولوا لي برك هل هذا تحليل؟ عندنا ضعف نخرجو من الدور الأول أكفام أو مكسفام بند يبا أكفام بند يبا قال لي خروطه وبيند يبا قال لي خروطه ومشي شبعان دين تعال هذا وصحبتهم تعال بالبناد هذه الظهورات اللي طرح له المارشي يا هدوهم اجابوهم المارشي صحاب ماطيجا يا غاودي والله أنا جابوهم المارشي كي ما رأم والله اللي باينين ضرب حرقتهم السمش والله الله محروقين موجودهم انا شوفهم شدهم محروقين تنمون ضربة في مصنع حرقتهم جابهم البلاطو قالوا يشان ديروا قالوا ياروح شونت نافيقاتهم من المرشد على الخضراء يا أخوتي وجابتهم يعني يديروا تحليل في قناة شوف تيفي فسكوا هذيك هذيك ماطيشة يا أخوتي ماطيشة راهي عندها كما نقولوا يد كبيرة في شوف تيفي بش نديروا حسابكم مليح لو كانتلاحظوا تلقوها دايما هي اللولة اللي بينها في شوف تيفي دايما دايما هي اللي تخرج خرجات هي wellness تنمون الجزائر يروح وروح ولابسين الألوان المنتخب التحيم ن MTV بتشوف They راحين يعاضر على المنتخب Magazine هكذا يعضروا على المنتخب التحيم يحلو على المنتخب التحيم يعطوا عاراهم في المنتخب التحيم لا لا هما يقوم يحضروا على البلاد مليون ومليون نصف شاهد كما شفتوا يا الجزائريين حقيقة خويا شكرا بالبزاف على رد داعك هذا دي كان في المستوى هكذا مخدومين يعني الجزائر قبل كلش لأنه علاش يحكيوا على الجزائر لأنه الشعب المغريبي الشعب المغريبي يا أخوتي يشجع أي حاجة تحكي على المنتخب الجزائري ولا ضد الجزائر ككل فهمتوا لقوا تفاعل في هالحاجة هذي ولو كل خطرة يحكيوا على الجزائر يجبدوا اسم الجزائر لأنه كين مشاهدات لأنه كين تفاعل كين لجام كين تعليقات وهذا هو كما نقوله الهدف الوحيد تاحهم تعشوف تيفي لسما ما هيش حاجة غريبة ونقوله لكم يا البراتيش إن شاء الله برك إن شاء الله برك نطيحه معاكم في كأسي فريقي هذي إن شاء الله برك نطيحه معاكم في كأسي فريقي هذي ونوريولكم الزنبع ونينبع هذه هي مليحة عشبتكم كامل يا أخوتي ماذا بكم الفيديوهات اللي راح نديرها على المنتخب الوطني الجزائري تخليوا لها اللايكات توصلوها للجميع توصل للجميع يا أخوتي فكامل ديروا الواج بتاعكم وخليوا اللايكات هذا ما كان ونقولوها ونعودوها تحيي الجزائر ورانا مع المنتخب الوطني الجزائري خاصرين ولا ربحين كيف كيف وهذه مجرد مباراة كرة قادم وإن شاء الله نستمتعوا بها وهذا ما كان والسلام عليكم يا أخوتي